رشة ملخ رشة فلفل دولمة بنكهة الدبلوماسية مع قليل من كركم المحبة لأكلات العراق الشعبية هذه مقادير وضعت بيد ستيفن هيكي ليس طاهياً من الغرب بل سفيراً للمملكة المتحدة في العراق هاياتو صف هيكي عن بوذن فهييني يا ججرة الخير يا أم البستيني بلسان عربي وبنكهة بريطانية يتغنى هيكي ببغداد وأكلاتها وثقافة العراق تسويق بات العراقي في أمس الحاجة إليه بعد أن غرقت شاشات العالم في مشاهدة الصواريخ والقتل لكن السفير البريطاني غير العراقي يقدم صورة العراق ويعجن بأصابعه حبه لبغداد لذيذ جداً الدبلوماسية والحنكة السياسية في الرد ليست بعصبية العربي المنفعل وهو الذي لا يمرر تغريدة أو نصفها إلا ورد عليها بكلمات مدروسة بريطانيا هنا بدعوة من الحكومة العراقية والهدف محاربة داعش الإرهابي منذ اعتماد أوراقه كسفير لبريطانيا في بغداد أدرك هيكي أن العراق غني بخيره وطاقاته البشرية ويستحق الحياة على هذه الأرض فيما سياسيون عراقيون أشغلوا العالم برفض التواجد الأجنبي متذرعين بشعارات رنانة بينما لم يقدم للعالم أن في العراق شعب يملك أكبر الحضارات ويحب الحياة ترجمة نانسي قنقر